شدد رئيس السيسي على أنه ورغم صعوبة الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن الدولتات تسيطر على الأمور من خلال تضافر جهود جميع المؤسسات وشدد الرئيس السيسي على أهمية تكاتف المصريين جميعا لتخطي الأزمات مشيرا إلى أن تلك الأزمات تمثل اختبارا هاما لإكتشاف قدرة الدولة على تحمل مختلف الظروف والأعباء القوات المسلحة زي ما قلت بتقوم بدرجة مهمة جدا ويمكن القوات المسلحة في الفترة الصعبة دي ويمكن ده حيبقى محتاجين أن احنا للتخفيف على الناس الناس البسيطة الناس اللي الظروفها صعبة واللي الأسعار بيتقاسية عليها أنها بتوزع 3 مليون كرتونة وإن شاء الله الأمر ده هنعمله يمكن لغاية شهر رمضان حتى نخفف ما أمكن مع بقية مؤسسات الدولة عن كاهل المواطنين التكلفة السلع الأساسية اللي احنا محتاجينها الأمور الحمد لله رب العالمين رغم أنها صعبة لكن الحمد لله مسيطرين عليها وحنقدر نتجاوزها ومع بعض كل ده دايما الكلمة دي بقولها مع بعض كل ده على قلب رجل واحد كل المصريين والمصريات يعني حنقدر نتغلب ونتجاوز المرحلة دي ومن ضمن الحاجات اللي احنا اختبرنا بيها أنا بعتبر كل ظروف صعبة كل ظروف صعبة بتمر على أي حد أو على أي دولة هي ظروف هي اختبار هو اختبار لقدرة الدولة دي هي بتبقى اختبارات لكشف المعادن كشف المعادن على كل المستوات على مستوى الداخلي ومستوى الخارجي معادن الدنيا كلها بتظهر في الأزمة فأنا اعتبر أن الأزمات اللي بتمر بينا هي فرصة أن احنا نتعرف على قدراتنا وعلى إمكانياتنا في التحمل وكل سمعوا كل ما احنا صدقوني كل ما احنا بتمر علينا بفضل الله سبحانه وتعالى بتتحول إلى منحة منحة بإيه بالإرادة بالعمل بالأمل بإننا احنا نقدر نتجاوز أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى